اشتركوا في القناة 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 أكل خاصة. أعملت تكوين خاصة. أختصاصي مساعدة المخرج. أعملت أنشاست أفليم قصيرة. أسمى فيسبوك الفيلم الذي يتحدث حول الخيانات على الانترنت على شبك التواصل الاجتماعي. مثل معنا بعث الشباب هويت ومغرومين في المنشاة للتمثيل. ومثلت معنا ما بينهم في 2016. هالمومات الثلاثة المنسية كوثر بلحاج. نوع شوالها الضحية. ولي وقفت معنا في الواحد. بالنسبة فقط في المجال الفيلم بتاعينا عملتوا بين 2010 و 2015. عملتوا بين يعني الثواج بين الراشل ومرأة. أما 2015 عملتوا بالعكس بين المرأة والراشل اللي عملتها مقارنة معنا. من 2000 بتاعي تعطيته في المهرشين التاعي. المهرشين بانورهم. ما تعطيش في المهرشينات العربية. قتمت في مشاركة في المهرشين أي بقرتاشة سينماية. لكن المشكلة منشموش دعوثوه. منشموش دعوثوه. منشموش السبب. باتت خاطر كيما كل عام فهمة تخمة كبيرة متاع أفلام. ويختاروهما فهمة اللاجنة على خاطر تختار أهم الأفلام. بايه هنا مش نحكيه وقبل من ديتيو يعني أكثر. كيف جيتك فكرة إنك تعمل مهرجين بانوراما؟ كيف جيتك الفكرة. كما قلت كما قلت قبيلة وفي. أنه دراستي في السينما في السينما يعني كما ساعد مغرش. هوا الفكرة تالمهرجين بتيت منشروها في 2016. بتيت الفكرة في 2016. حضرت في أحد مساحيات في أحد الفضائيات في التونس. اقترحت على مديرة الفضاء. قلت لعلش لي منعملوش أفلام قصيرة. هاي كده شربا. مكنتش اسم مهرجين سامينانا مهرجين كل مهرجين. حبيت سامينان مهرجين مهرجين بانوراما الفيلم القصير. ملون. بعض من غتيك حبيت ننتواصل. هو مش نكون واضحة وفي. انو مهرجين بانوراما الفيلم القصير التولي. هو أول مهرجين تونسي خاص للأفلام القصيرة في التونس. نعطيه العروس للمهرجين تانف في التونس. كما تعرف وفي فاما مهرجين أيام بقرداش السينما. سينما أي شي سي سي. يعرضوا أفلام قصيرة وأفلام كتير طويلة. لكن المهرجين بانوراما الفيلم القصير التولي. مخصص فقط للأفلام قصيرة. احنا بالنسبة للمهرجين التانى. مش نعرضوا أفلام رواعية قصيرة. اما نعرضوا أفلام رواعية قصيرة. أفلام وثيقية قصيرة. مهات توكيمانتيق سار. والانيميات. الهتف المهرجين هو التجيع الشباب. اللي فما الشباب. ما عطمش حاث. مين ناشو يحطيه الأفلام بتاعهم هما. عندي لديهم فرصة. باش نعطيهم باش الناس يجوبوا. واضح. هلين كاميل انتي كما قلت من اللول اينا من ذوي الإيرادة اينا نسميكم ديما. ما لقيتش هكا مشاكل. ما نعرش من النوع. لكن قون جنرال لقيت مشاكل هكا عرضتك. وانتي تحاول انك تحقق أحلامك. أولا قبل كل شيء. حب نقول انه الإعاقة هذي تحديدة. في كل المجالات. في كل اختصاصات. معلتها. حمد الله. معلتها. 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 أو ، يعجزوا ؟ معلتها. معلتها. يعني. تحديد alleine. مثلا الناس يقول incidentيكم كاميل. يعني quickly grenade. الحمد لله معاك. الحمد لله معلت العقلية التي تجوزتها. الحمد لله. الحمد لله. إذن أكيد وأنت مثلاً قاعد تخطط المهرجين متاعك وكملت وفي نفس الوقت تمشي تنشط في مجال الإعلام اللي أنت تحب برشا وتقابل إعلاميين ومثلاً تقابل شباب تقابل مواهب بخاطر شفتك العديد المرات قابلت برشا مواهب وعملت معهم ديز انترفيو وغيره. ما هو النقاص اللي تراها في الدولة التونسية ما هيش موفرتها للشباب للشباب حتى اللي من ذوي الإيرادة وغيره؟ حبيباً نقول أنه ماثبية الدولة التونسية والثقافة التونسية تدعم للشباب التونسي في كل المجالات ليس مثلاً في المجال التعيينة مثلاً في مجال السينما مثلاً في الطولة التونسية والثقافة التونسية تدعم للشباب التونسية ليس مثلاً في مجال السينما أو في البوسيقى أو في الشعر أو أي مجال آخر ليس مثلاً في دور الشباب اللي مش موجود فيهم مثلاً في مجال السينما مش موجود فيهم النواة دياذو موغير ولا كيفش تترى بالضابط كامل؟ فيما ترث ثقافة ترث ثقافة اللي تدعم الشباب ينشوا السينما معانطهمش بعلت الشباب معانطهمش كيفش يعانطيهم الدعم يعني كي مستشارين والاسبونسور ينشوا الأفلام مثلاً مثلاً وفيك كي بتعرف إنه فهمات سيكل السينما يعملوا يعني أفلام اللي بي فوت أخرج تعمهم معانطهم بالدعم مع المدارس وأيضاً فهمة أمكاني يدعم الثقافة حتى حتى الممثلين نشوفوا فيهم الممثلين المحترفين اللي يمثلوا فيهم عندما يطلبوش من المخرشين شباب يطلبوا فيهم مقابل ولا ماذا نعم لا المخرشين يعني صبحوني الممثلين يقفوا مع الشباب وماذا يقفوا لتخرجتهم وكل واضح شكراً لي كميل خليك المثل خيتان يعني مهرجين البانوراة من الفيلم القصير التواني إن شاهده بس يكون من 1-3 في فريقين عشنا من 1-3 في فريقين عشين بقاعد التهر الشريعة بمدين الثقافة نحب نتوشع بالمناسبة نتوشع بالشكر شماعية أولية واصدقاء المعوقين لابات لعمل التعاون مع الملكة الوطني للسينما والسورة والمكتبات السينماية تونسية اللي وقفة معنا نحب نشكر للشركات دي عنا مساهمين عنا في المهرجين تعنا معنا 13 طولة مشاركة في المهرجين إن شاء الله إنها الثلاثة هيدا بش نعملو نتوشحها في المهرجين تعنا بش نطلعو على البرنامجة عزالتي التحكيم فقط حبيت تقول إنو عنا في البرنامج عنا 24 فيلم مشاركة يعني ما بينهم عيشين فيلم وثيقية قصيرة في المسابقة وعنا فيلم افتتاح نشغل بشكون فيلم روائي قصير في عنومين الحيات لمخرجة مرفض كامون اللي الفيلم هذا شاركة عتيت من مهرجانات واختها برشا جويز وهذا كهو شكرا لك كامال على قبولك الدعوة طبعا أنا واحدة من ناس من ممبر هيدا نزيد نشجعك وصرف اللي تعمل فيه برافو خليك دي ما عندك الإرادة والعزيمة على خاطر ماكش مختلفة على الناس الأخرين عندك نفس العقل الحمد لله عندك نفس كل شي فقط اللي يفرق بيننا الشخص والشخص الأخر هو الإرادة وهو العقل وهو العزيمة لغير شكرا لك كامال